بسم الله الرحمن الرحيم نتعامل معه لو حولناه الى reactance كمقاومة عيدية ونستخدم الvoltaic divider rule اللي درسناها حق كيرشوف او يكون بالعكس نقلبها ونتعامل معها لو خليناها بصيغة الcapacitance ما حولناها الى reactance اليوم رح نتعرف على قطعة جديدة وهي component الثالثة والاخيرة في منهجنا اللي هي الاندكتور طبعا الاندكتور بالعربي اللي هو شيء بالحف بالمجال المغناطيسي شيء مولد بالمجال المغناطيسي والاندكتور يعتبر هو الاساس لجميع المواطير الاشياء الملفوفة الملفات الترانسفورمارز المحولات كلها من نفس الفكرة حق الاندكتور فالاندكتور هو عبارة عن قطعة مهمة جدا الفكرة حقتها بنت اشياء مرة كثيرة تعتمد كلها على المجال المغناطيسي حل رح نتعرف عليه شوية شوية هذي بعض المعلومات على الاندكتور طبعا طلاب الباور لازم يهتموا كثير في هذا الجزء لانه كل شغلهم تقريبا على الاندكتور واتوقع انه في الوان او ثري يمكن تكونوا درستو في الترانسفورمار مفترض تكونوا درستوها هناك طيب بالعربي او بالانجليزي لو نيجي نشوف التعريف بتخزن الطاقة في المغناطيك فيلد الكبستور يا شباب كانت ايش تسوي في الطاقة كيف تقدر تخزن في الطاقة هاي شباب صح صحي معايا ما في احد الكبستور كان يخزن الطاقة في البلايتس حقته في البرال البلايتس فاكرين يجمع الشحنات الموجبة في جهة والشحنات السالبة في جهة تمام عبارة عن سلك ملفوف على كور كور يعني نواة وغالبا النواة تكون اما من الحديد او مواد ثانية مغناطيسية تكون فيها تولد مجال مغناطيسي كبير القانون اللي هو بالنسبة للإندكتنس او للإندكتور يساوي الإندكتنس رمزها L ليش يا شباب قلنا L مو I لانه الآي مقاوم الآي مقاوم الآي التيار الآي التمت انا عارف انك تبتقول صح بس خانك التعبير طيب الآي محجوزه لالكارنت عشان كده غيروا الرمز خلوه L للإندكتور اوكي زي الإنيرجي في الفيزياء دايما الإنيرجي حرف الإي ولكن عندنا في الكهرباء هنا درسناها ايش دابليو اوكي هذي الإنيرجي طيب دي آيف بالنسبة للتايم على دي تي الشينج rate of change in current على rate of change of time فهذا هو قانون الفولتج على الإندكتور طيب وحدة قياس الإندكتور هي الهنري نسبة إلى العالم هنري and 1 هنري تساوي 1 volt second volt في second على الأنبير اوكي هذا القانون أو قانون الهنري نفسه إيش تساوي الهنري الوحدة هذه طيب الاندكتنس is a property whereby an inductor exhibits opposition to the change of current flowing through it هي عبارة عن خاصية مقاومة الاندكتور هذا للكرانت لتغير في الكرانت يعني في الـ AC بتغير الكرانت طيب في الـ DC هو عبارة عن سلك عادي اوكي ولكن سلك طوله زيادة يعني أنا لو عندي دائرة كهربائية زي اللي درسناها في العادي اللي هي دائرة عبارة عن مقاومة هيكون عندي مثلا طول السلك هنا إلين يوصل للمقاومة لو قلنا أنه مثلا واحد متر مثلا دائرة مرة كبيرة ومسافة مرة كبيرة واحد متر من هنا وواحد متر من هنا وكان عندي مثلا نقول هذا واحد متر كمان السلك اللي هنا واحد متر الاندكتور عبارة عن نفس السلك وبيدور حول نفسه أو حول آآ شي اسمه هذا الله مصر محمد قلنا كور فلو كان عندي هنا واحد متر من السلك السلك هنا بيلوف تقريبا متين خمسمية لفة إلى ألف لفة مثلا هنا صار عندي متين متر وهنا واحد متر أنا إيش سويت في الدي سي أنا زيت مقاومة السلك له مقاومة طبعا لها قانون معين مقاومة السلك حسب طوله وحسب الكروس سيكشن الأيري عرضه وحسب البريميابيليتي اللي هو الثابت الميو الخاص بالماتيريا لنفسها المفترض تكونوا درستوها في الوان او وان فكل سلك أو كل ماتيريا اللي لها مقاومة معينة حتى الأسلاك لما تروح عند كهربائي تشتري سلك تبقى توصل لمبات في البيت ولا وتيفر حتلاقي على السلك في مكتوب ملاحظات على السلك مقاومة السلك بالمتر كم يديك مقاومة طبعا تكون بالأوم تكون صغيرة وكل ما سارت الجودة حق السلك أعلى كل ما قلت هذه المقاومة حق السلك وكل ما كانت أقل الجودة كل ما ارتفعت المقاومة كان نوع السلك مر الردي عشان كده سماعات الكبيرة هذي الجديدة دي حان البيتس والأشياء هذي اللي حطوها الكبيرة على الإذن ليش غالية؟ لأنه الموصلات اللي داخلها مصنوعة من الذهب عشان يخففوا المقاومة يوصل لك السوق بكل نقاط طيب احنا طلعنا شوية عن الدرس قلت لكم درس اليوم مطويل ولكن معلومات أنا أشوفها إن شاء الله تفهمكم زيادة بإذن الله فهو عبارة عن سلك ملفوف حول كور زي ما قلنا هذا الاندكتور فبيزيد المسافة فبيعمل مقاومة في الدي سي ولكن إذا شبكنا الاندكتور هذا مع دائرة اي سي وعدد اللفات طبعا يكون عدد لفات كبير فحيصير عندي ايش؟ حيصير عندي مقاومة للتغير في الكارنت الكارنت مرة يمشي في هذا الاتجاه ومرة يمشي في هذا الاتجاه وحسب القانون اللي عندي هنا أو الخاصية يقول لك أنا اندكتور إكزيبت أوبزيشن تو ذا تشينج أوف كارنت فهذا الفرق بيعمل مقاومة للكارنت خلونا نتخيل كيف يشتغل الاندكتور لو مثلا أنا عندي دائرة لو عندي هنا البولت وهنا عندي التايم الزمن صح ولا لا؟ وشبكت دائرة الدي سي هذي مع المقاومة احنا بنتكلم الان عن الدائرة الاولى اللي هي هنا الان في التايم عند الثانية واحد كان مطفي مثلا عند الثانية اثنين شغلت الدائرة الى خمسة فولت مثلا هذي هي الخمسة فولت هنا فحيمشي معايا مثلا مسافة معينة ثم بعد كده طفيت الدائرة الكهربائية فتحت السويتش مثلا من هنا في سويتش فكيت السويتش طفت الدائرة على طول ورجعتاني مقفل في الزمن الدائرة او البولتج مقفل في الزمن هذا طيب لو انا عندي اندكتور دائرة اللي هي الدائرة خلينا ناخد الدي سي هادي كي عشان لا يصير فيه تغير في الكرات دائرة الدي سي ايش راح يسوي لي الاندكتور لما اجي انا الان ما اشي في الزمن هذا التايم وهذا عندي هنا البولت نفس البولتج سورس خمسة بولت هنا وخمسة بولت هنا طيب لما اجي اشغل السلك بدل ما كان يمشي له ثلاثة متار عشان ارجع في مثلا نقول زيرو بوينت فور مايكرو سكند عشان ياخذ اللفة كاملة الكرنت من الطرف والموجب الى الطرف السالب الان حيمشي هنا متر حيمشي ميتين متر وحيمشي متر فصار عندي ميتين واثنين متر فحيكون مثلا 1.6 مثال طبعا انا بدي اي ارقام من عندي مايكرو سكند فايش رح يصير في التشغيل رح يتأخر بهذا الشكل في التشغيل هيصير هذا هو شكل حياخذ له زمن معين زي ما انتم شايفين هنا هذا الزمن لسه ما اشتغل الى الخمسة بولت وبعدين امشي هذي هي الخمسة بولت حقتنا طيب لما اجي اطفي الكرنت لسا الان جالس الوف هنا الكرنت صح ولا لا متعطل طب لما اجي اطفي نفس الشي عبل ما يخلص انا طفيت الدايرة هذي او الولتج سورسي اللي هنا الكرنت الان بيبدأ يتأخر في الاغلاق عشان يرجعي بشي ففي عندي هنا برضو زمن معين متأخر الكرنت عبل ما يطفي فالكرنت لاغز الفولت عكس ليش عكس الكبستور فاكرين الكبستور كان الكرنت هو اللي ليت هنا الكرنت لاكس ييجي متأخر لانه الاندكتور بيلوف بياخذ وقت الكرنت في الملف هذا شباب انتم معايا ولا نتقطع ولا ماني سامع اي صوت حيوة دكتور معا جودين تمام تمام طيب هذي بس معلومات كده عامة على السريع ان شاء الله احنا اخذها بالتفصيل شوي شوي لما نتقدم في السلايدات طيب الاندكتنس اللي هو طبعا اندكتور اسمه القطعة والاندكتنس اللي هو العمل اللي تقوم بي الاندكتنس is the property of conductor to oppose a change in current the effect of inductance is greatly magnified by winding a coil on a magnetic material طبعا احنا قلنا اما يكون ملف حول نفسه سلك ملفوف حول نفسه او سلك ملفوف حول كور اللي هي مادة حديد مثلا او فرك كيف الright تكون داخل الكور ويكون ملفوف عليها الشباب اللي طبعا بيعسلوا اللي هو الالكتروني هذا ايش يشتري كويلات صح ولا لا هو هذا اندكتور كويلات تكون حديدة ملفوف حول نفسه بتعمل المجال المغناطيسي هذا بتعمل الديليت تأخير عشان يقدر يسخن الكويل لو حطيت في النص مثلا مغناطيس او حديدة هو ملفوف حول نفسه حول الair يسمو اير كويل فلو حطيت حديدة حتزيد المجال المغناطيسي طبعا انا ما اقول لكم سووا كده ولا اقول لكم عسلوا ولا اقول لكم دخل انا بس باشرح لكم عشان الفكرة توصل طبعا في بعض الكتب او البرامج يكون بهذا الشكل وبعض الكتب او البرامج يكون الرسمة شوية صعبة بهذا الشكل اما يعملوها ملف يلفوها زي كده او يعملها بهذا الشكل ما عرف زي السنون والجبال ولا ايش هذي ولكن هتلاقوا هذا الشكل او هذا الشكل طيب هذا اير كويل ملف اا في الهواء طيب اللي بعده عندنا هنا ايرون كور في النص في معدن اللي هو من الحديد ايرون كور فيحطوله الرمز الشرطة العريضة والشرطة النحيفة اللي هنا طيب الخطوط المتقطعة هذي تكون في الرايت كور مادة الفرايت اللي هي خليط برضو ايرون مع مواد اخرى بحيث انها تعمل مجال مغناطيسي برضو كبير وعندي هذي في الاخير اللي هي المتغيرة ويقدروا طبعا في المتغيرة يضيفوه تكون ايرون او تكون فرايت يضيفوه الاشكال اللي فوق فهذه رموز الاندكتور خلونا نشوف الفيديو هذا مع بعض طبعا انا فيديوهين بدمجهم مع بعض ومختصر شوية اشياء منهم عشان الوقت اللي يبغى يتفرج عليه كامل يروح الى يوتيوب وتفرج عليه what is the inductance value of an inductor inductance is measured in henries the higher the inductance value, the more the inductor will resist sudden changes to the current generally speaking, the inductor is a device that temporarily stores energy in the form of a magnetic field inductors are usually just coils of wire and one of the basic properties of electromagnetism is that when you have current flowing through a wire you'll create a small magnetic field around it Então, if you coil up a lot of wire, you'll get a stronger magnetic field. When current first starts to flow through the coil, a magnetic field starts to expand, then stabilizes, and then you've got some energy stored through the magnetic field. When current stops flowing, the magnetic field starts to collapse, and the magnetic energy gets turned back into electrical energy. So they're kind of like a temporary storage area for energy. المترجم للقناة 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 تغيير الإشارات تغيير الإشارات تغيير الإشارات إحنا قلنا هو ما يستهلك باور لو تتذكروا في الحصة الأولى كانت للكباستر لما قارنا بين الريزيستر والكباستر والإندكتر تفضل أول شيء واحد طلاب جواب للعلى وفصل عندي النطر ويتطور رجع طيب خلاص بعدين أتفرج على الفيديو وأشوف لأنه ما حقدر لو كل واحد يفصل عنده النطر إحنا ذكرنا مثال حق الأعلى وبعدين مثال للأسفل بس هذا اللي قلناه ما في شيء تاني جديد طيب اللي يفصل عنده النطر إذا مو عندي النطر عندي ولا عندكم النطر اللي فصل عندهم يا دكتور عنا شغال كويس طيب خلاص إذا فصل عندك النطر حاول بعدين تشوفها في الفيديوهات وانت تكمل في الدفتر الفصل ولا بالداكرة مذاكرة ثانية أو الثاثة هذا مفترض اللي بتسويه طيب هاذا critique النطر the same conversion used with an inductor is the same as for power dissipating device وين current flows inter the positive side of the voltage across the inductor it is a positive and the inductor is dissipating power لما الكرنت بيمشي في نفس الاتجاه هذا هتكون موجبة الإشارات والكرنت جالس الاندكتور جالس يستهلك طاقة باور طيب لما نرجع مرة ثانية طبعا نتكلم في الاسي لما نرجع مرة ثانية الكرنت في الاتجاه العكسي ايش رح يصير رح يرجع الطاقة مرة ثانية هو رح يرجع الانيرجي للدائرة لعشان كده احنا بنقول هو ما يستهلك بيخزن و بيرجع مرة ثانية بالنسبة للباور when the inductor releases energy back into the circuit the sign of current will be negative تمام طيب وهذه برضو سلايد مرة ثانية بعض الاشكال الاندكتور طبعا عندنا الايرون كور والفاريب والايرون كور هنا وعندنا هذا الاندكتور والاير كور العادي طيب بالنسبة للفلكس the relation between the flux in inductor and the current through the inductor is giving below طبعا الفلكس عشان في مجال مغناطيسي لازم يكون فيه شي اسمه فاكرين في الاخطابة north pool والsouth pool اللي درسناها في الجينيريتورز ايش هو الفلكس اللي هي الشحنات اللي بتعدي من النورث الى الساوث فهادي علامة الفلكس يساوي الاندكتنس في الكارنت اوكي طيب واحد هنري بيساوي واحد ويبر وحدة الفلكس بير امبير طيب self inductance احنا قلنا الاندكتنس كلمة الاندكتور او الاندكتنس اللي هو حث توليد الفولت عن طريقة الحث بالمجال المغناطيسي هادي الترجمة العربية انا بالنسبة لي ماهن مفهومة كثير بالانجليز يمكن الاندكتنس اسهل تنفهم طيب self inductance is usually just call inductance symbolized by L رمزها L self inductance is a measure of coils ability to establish an induced voltage as a result of change in its current يعني بتولد voltage بالحث induced voltage اوكي نتيجة الى التغير في current the induced voltage always opposes the change in current voltage المولد دايما يعاكس change in current which is basically a statement of lens law وهذا من اهم القوانين اللي ممكن اه ندرسها او طلاب البور بالذات يستفيدوا منها اللي هو lens law اكي هتدرسوه في المواد القادمة بإذن الله تخصص البور طيب the unit of inductance is a Henry قلنا نسبة للعالم ورمزها capital H لاطلخ بتوبانه وبان الفريقونسي HZ small اكي 1 Henry is the inductance of a coil when a current changing at a rate of one ampere per second inductance one volt او induces one volt across the coil اكي واحنا ذكرنا سابق ان القانون وان هنري يساوي volt اه second على الامبير اكي طيب self inductance the induced voltage is given by the formula voltage induced ال IND اللي هنا اللي هي ال induced voltage بتساوي ال inductance في DI على DT تغير في ال current على التغير في الزمن اوكي ناخد مثال what is the inductance if 37 millivolt is induced across a coil if the current is changing at a rate of 680 milliampere per second طيب يا شباب ايش المعطيات الان اللي عندي او ايش المطلوبة والشي ال inductance مطلوبة ال inductance المجهولة ال يساوي مجهول هو المطلوبة الان صح ولا لا اعطاني ال induced voltage كم قيمتها 37 ملي و اعطاني كمان ايش ال DI على ال DT كلها مع بعض كده DI على DT يساوي 680 ملي امبير طيب ايش القانون اللي راح يستخدمه الان لازم اغير هذا القانون عشان اوجد ال L لحالها صح ولا لا طار بطرفين بواسطين هذي لو تلخبطكم اعتبرها X سميها X عشان تقدر تعرف هنقسم على ال L هنا و هنقسم على ال L هنا تروح ال L مع ال L يبقالك L و هتصير عندي القانون بهذا الشكل اللي هو ال V على DI على DT و بعدين تعود التعويض مباشر حاولوا تحسبه شباب حاولوا تحسبه بنفسكم شغلوها لاتكم الحاسبة سيرو فايل ايش الوحدة اه الوحدة اللي هي الهيرت لا كيف هيرت الاج هنري ايوه هنريز هنريز ايه 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 انت صح كلامك اه ولكن اذا حسبناها بالملي هنطلعها تصير اه 54 ميلي هنريز اوكي هذي هي وحدة ال INDuctance فاكتورز افكتنج ال INDuctance عوامل تأثر في ال INDuctance طبعاً الكابستور تتذكر و ايش كانت العوامل اللي تأثر فيه اشياء مرة كثيرة صح ولا لا زي ايش الاريا الاريا مساحة البلايت زي ايش كمان distance 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 between the gates ياسلام ايش فيه كمان الماتيريا الحق الديالكتريك اللي في المنتصف البرامابلئيتي فاكرين وحق ال air البرامابلئيتي وطبعاً في اشياء ثانية كثيرة ولسه ما درسنا احنا ما دخلنا عوامل الحرارة والعوامل الاخرى هنه نفس الشي في عوامل تأثر على قيمة ال INDuct- Toy يعني مثلاً لون اجيب ال COIL او السلكة بغلوفه طبب ايش السلك مصنوع من ايش من النحاس كم نسبة تنات النحاس الى الكاربون فهذا السلك هل السلك pure enough ولا لا عرض السلك كم ملي السلك لما تروح عند كهرباء يقول له ابو سلك يقول له كم ملي او سوال 2.5 ملي 4 ملي 6 ملي 8 ملي على حسب اللي انتو تحتاجه فهذه كلها الاشكال الاشياء العوامل تأثر فاحنا عندنا العوامل المؤثرة number of turns عدد اللفات حقه الكويل ناسه length كم متر لفيت انا area cross-sectional area area المخطعية لو عندي هذا السلك انا حاول ارسم معنين انه 3D لو عندي هذا السلك مقصوص بهذا الشكل المساحة حقه الدائرة هالي اللي هنا هاي كلها الجزء المظلل ابغل مساحة حقه السلك طيب ويش في عندي كمان وعندي هنا اللهم اصلي على محمد عرض اللفة نفسها من العوامل المؤثرة ولكن رح نستخدم القانون هذا اللي ما ينحتاج فيه distance او day meter حقه اللفة القطر حقه اللفة نفسه ما نحتاجه فيقول لك inductance تساوي N square عدد اللفات تربيع في الميو اللي هي permeability اللي هي قدرة اللهم صلى الله محمد السلك هذا التوصيل او التخزين او توليد المجالة المغناطيسي طبعا السلك مع الكور كمان اا وهنا عندي الاي اللي هي المقطعية اللي احنا قلنا عليها قبل شوية و اللي هي اللينكت ف اللي هي وال اللي هي طول السلك الملفوف طيب where ال اللي هو inductance in Henry's ال number of turns ال permeability in Henry per meter و عندنا cross-sectional area اللي هي A هذا القانون عشان نقدر نعرف الاشي اللي بايش باقي باقينا اللي small ما عليش هنالسيتها اللي هي coiling in meters شباب هذي مهمة اوكي لازم تكون وحدة هذا بال meter وناخد مثال على هذا الكلام جاهزوا آلاتكم الحاسبة what is the inductance of two centimeter long 150 turn coil wrap on a low carbon steel core that is 0.5 centimeter in diameter عرض السلك الدك هو the permeability of low carbon steel is 2.5 10 أصالب 4 Henry per meter ف ايش يبغاه يبغى inductance انا دايما في الحل افضل انه نطلع المعطيات اللي عندي في الاسئلة اللي زي هذي واشوف ايش يقدر اجيب من المعطيات اعطاني اول شي قديش طول السلك اعطاني اعطاني سنتيمتر احنا قلنا هم شي اللينك فيكون باش بالميتر صح ولا لا كيف سنحول الى 2 سنتيمتر الى 2 meter او الى meter حجر والصرف يا سلام ممتاز ميتر هذا اللينك طلع عندي بهذه القيمة طيب ايش عندي بعد كده الان ايش هو الان الان صح ولا لا ايه الان تساوي 150 turns اوكي غير واش فيه كمان ايه يا شباب هادي ايش الميو صح ولا لا 2.5 في 10 4 هنري بير meter طيب وباقي هنا ايش هذي diameter لا ما اعطاني area اعطاني قل لك diameter صح ولا لا ايش يعني diameter يعني لو عندي هذا السلك مرة ثانية اعطاني اه diameter ايش يعني قطر القطر كامل اوكي اعطاني القطر كامل طيب انا ابغى area ابغى المساحة ما ابغى الخطة المستقيم هذا ابغى المساحة حق الداير هذي كاملة كيف نقدر نجيب ايش قانون area r square ما في two by r square على طول اوكي حاولت صح بس ما في two انا لكاتب لكم هي هنا area يساوي by r square طيب ايش r انا ما عندي r انا عندي d قسم على 2 انا يا سلام ال r اللي هو نصف قطر تمام اه فانا عندي هنا الان ال دايميتر رداني هو 0.5 سنتيمتر رح احول اول شي للمتر تمام وبعدين كمان اكسم على اثنين وبعدين احسب area اللي هو بالقانون اجيب التربيع وبعدين by r square طل عندي area by r square وطل عندي هذا القانون حولته بالمتر طبعا تربيع طل عندي 7.85 10 اوسال 5 متر تربيع مفروض تحسبوا بنفسكم وتشوفوا كم تطلع معكم نجي بعد كده نكمل القانون اللي عندنا اللي هو الاندكتنس ساوي الاندكتنس انتر بيع في ميو في area على length تعويض مباشرة الان عندي كل البانات كان area هو اللي ناقص لازم تحاول تحلو بنفسك وعد كده لما تجي تعوض هيطلع لك الناتج 22 ملي هنري اكي شباب هادة قيمة الاندكتنس شباب لما نديكم مسائل زي كده حاولوا تحلوها بنفسكم واكتبوها في الدفتر حق الفصل كثير كانوا كتبين للدفتر طبعا يباي يمشي حال ويباي يسوي بسرعة الان لهذا الاسامنت الاول الاسامنت الثاني المفترض اول باول تكتبوا وتوقع انه حاولت تحلوها في الدفتر السلادات الاولى كان في مسائل كثيرة وبعضها انا ما حلها قل هذه المسألة حلوها بنفسكم ما لقيت الا قليل جدا اللي حلها على الهدف انكم تتعلموا طيب لا نخرج كثير من الحس نكمل في اشياء تأثر على الاندكتر او الاندكتنس طبعا في الحقيقة في المثالي ما فيش يأثر على الاندكتر الحال الاندكتنس يبيكون القيمة الحالة ولكن في الحقيقة في المقاومة حقية اللف نفسه هادي قلناها ما حطناها في القانون اللي هو ذكرنا اللي هو اللي ساوي اللهم صلى محمد انتر بيع في ميو في الاريا على اللينك ففي مقاومة داخلية حق الطول السلك صح ولا لا احنا ما حسبناه هادي في الحقيقة بتأثر وبتكون سيريز مع الاندكتر برضو وعندنا الويندين كبستنس بيولد كبستر لانه عبارة عن بليتز زي البليتز لما يكون في عندك في الملف هنا اللفة هادي مثلا مقابلها اللفة هادي فهادي عندك ايش زي البليتز بتسوي فبيسوي كبستنس بطريقة معينة بيسوي كبستنس ففي عندك برالل كبستر اللي هو الويندين كبستنس يسموه الو اللي هي ويندين وهذا الشكل لها للإندكتر في الحقيقة طبعا هادي احنا ما نهتم بها كثير في الكالكوليشن بالذات في المواد البيسيك الويندو أو حتى فإلينا البكالوريوس ما رح نهتم فيها كثير ولكن في الماجستير لما تجي تصمم دوائر كهربائية حتلاقي انه لازم تاخذ العوامل هادي في الاعتبار احنا الان بنهملها لانها جدا قيام صغيرة ما تأثر على الحسابات الاساسية ممكن طلاب البور انا ما درست بور فما عرف ايش اللي عندكم في المواد اللي هي قبل التخرج في البكالوريوس ممكن تحتاجوا الاشياء هادي مرة ثانية مراجعة اللينز لو قلنا طبعا لو لو غيرنا اللود بتغير الكارنت وطبعا لازم يكون في مقاومة طيب هادي هادي المثال على لينز لو انيشي اللي في الحالة الاولى السويتش هذا مفتوح هذا السويتش الاس دابليو سويتش مفتوح فالدائرة ايش بتكون بتكون هادي الدائرة الداخلية صح ولا لا الكارنت بيعدي وبيمشي هنا بيدخل في الام متر وبيرجع مرة ثانية فالكارنت بيمشي في هذا اللوب اللي هنا صح ولا لا يا شباب انا بغو اسمع في احد معايا ولا اني تقطع طيب الان في الحالة الثانية طبعا الكارنت الداني ثلاث شرطات ما هم مني كما القيمة ولكن الداني ثلاث شرطات والدائرة هي شغالة وماشية ما طفناها ولا عملنا في هاي شي طيب افترض اني قفلت السويتش روح الكارنت للمقاومة الثانية تمام حيتقسم الكارنت حيمشي هنا الكارنت ثم بعد كده جزء حينزل في هذا الاتجاه و جزء حينزل في هذا الاتجاه صح ولا لا طيب ايش اللي بيصير في قيمة المقاومة احنا قلنا التغير في اللوت بيأثر على الاندكتنس طيب ايش هيصير في قيمة المقاومة التوتل ايش قل لي يا دكتور ولا ما دري تسألني انت ولا بتجاوب لا اسألك طيب لا ابغى جواب ابو واحد يعرف يجاوب هيا حبايبي هذا ون و ون ممكن تيسأل يا ايش حيصير في قيمة الارتورتل هذا سؤال يكون اصغر من اصغر مقاومة بس خلص هذا اللي ابغى اقل من اقل مقاومة يعني حيقل قيمة الارتورتل صح ولا لا يعني ايش هيصير في الكرنت اذا قلت قيمة المقاومة ايش هيصير في الكرنت يزيد الكرنت يرتفع يزيد الكرنت او يرتفع الكرنت ممتاز حسب قانون عمال فولت يساوي i في r شباب هذا اول تجربة في المعمل اثبات قانون اوم فاكرين اذا المقاومة قلت العلاقة عكسية لازم الكرنت ارتفع ليش عشان نحافظ على قيمة الفولت ثابت انا ابغى عشرة فولت اذا المقاومة عندي اثنين كم هيكون الكرنت لازم يكون خمسة صح ولا لا انا خليت المقاومة عندي واحد كم هيصير الكرنت عشرة لازم يحفظولي على العشرة اللي موجودة هنا فهذا قانون اوم فالآن الكرنت ارتفع ولكن زي ما انتم شايفين نفسه ثلاثة شرطات في الحال السابقة والسويتش مفتوح كان ثلاثة شرطات في الحال هذي برضو ثلاثة شرطات ليش قلنا في ديلي صح ولا لا فحيكون في مقاومة لل او بوز ان شنج الكرنت الكرنت الآن زاد فجأة ولكن لسه ما زاد عندي على الميتر في الحقيقة في النظري الكرنت المفروض ارتفع لقيمة عالية جدا فبعد فترة لما نصير الديلي اللي شرحت لكم هو فاكرين لما شرحت لكم الرسمة في اول شي وقلت الاندكتور بيعمل ديلي بهذا الشكل بيعمل ديلي بهذا الشكل فالآن الكرنت ما زاد جلس يقاوم ثم بعد كده تدريجيا ابدأ ارتفع الكرنت ووصل للقيمة حقته والسويتش مقفل تفك الكرنت مرة ثانية او تفك هذا حيرجع الكرنت يقل لان قيمة المقاومة صارت عالية هنا مقاومة وحدة ويرجع مرة ثانية ما يتغير الا بعد فترة وتبدأ تشوفه يتناقص معك هذا هو قانون لنزله انه بيقاوم ال change in كرنت اوكي نجي نكمل ال Practical Inductor في الحالات العادية او هنا نكمل الاشكال بعضها طبعا عندنا Encapsulated اللي هو Shielded زي في الفيديو ما اشار لكم على واحد قال لكم اللي في اليمين Shielded عشان لا يأثر المجال المغناطيسي على الدوائر الكهربائية اللي جنبه او القطاع اللي جنبه عندنا Wire Wound اللي هو الملف السلك عادي على Core سواء حديد او معدن او في الهوى برضو وهذا يسمون Tiroid Coil بهذا الشكل يجي دائري ورجوله الاثنين تيجي من تحت وعندنا هنا ال Variable طبعا من فوق هذا تغيره وهذا من فوق وفي نوع Geek Variable كبير جدا يكون بهذا الشكل مثلا قطعة يكون في ملف هنا وهذا القطبين حقته ما فيها موجبة سالبة وبعدين يكون فيه زي الحديدة هنا كده فوق او اصغر شوية انت تحرك هادف هذا الاتجاه توديه يمين توديه يسار عشان تغير القيمة طبعا ال Variable يكون له ثلاثة ارجل هذا بيعطيك الكامل من هنا الهنا ال A لل B فاكرين ال Variable Resistor وهذا ال C وبعدين ال C تيديك المتغير بين ال A وال B وال C سيريز اندكتور طيب يا شباب ايش تتوقع حيكون الاندكتور في السيريز الكابستور قلنا عكس ال Resistor الاندكتور ايش هيكون نفس ال Resistor لانه عبارة عن سلك ملفوف لو مقاومة قليلة جدا نفس ال Resistor فان سيريز حيكون عبارة عن مجموعهم سم مكتوب عندكم في السطرة الثانية نفس القانون العادي هذا مثال المفترض انتو تحسبوها بنفسكم ما حضيعوا وقت كبير فقال لي عندي وعندي وعندي ستمائة وثمانية مايكرو هنري فقط حولوا الاثنين الوحدتين لزي بعض او في الالة الحاسبة في عشر والسالب ثلاثة وفي عشر والسالب ستة وشوفوكم مطلع معاكم حاصل جمع القيمتين هالي في البرال ايش هيكون نفس المقاومات اوكي فالاندكتور يتعامل معاملة الريزيستور عادي اوكي وهذا القانون حقها واذا كانوا حالتين طبعا مو هذا القانون ولكن اذا كانوا اثنين تقدر تستخدم قانون حاصل ضربهم على حاصل جمعهم اللي هو الالتوتل يساوي الون مثلا في التو على الون زائد التو هذا القانون اللي لو كانوا اه اثنين وهذا نفس القانون اللي فوق بس باثنين عشان دحن حتستخدموه انا افضل هذا القانون دايما قلت لكم عشان لا تلخبطوه حتستخدموه في المثال القادم هذا المثال نفس القيمتين السابقة على طول تعويض مباشر تبدأ تستخدم اي واحد من القانونين تعويض مباشر وحيطلع لك القيمة اربعمية ثمانية وستين شباب في دفتر فصل بغي شوف الحل انا الان بس جالس اشرح لانه هذا كلام كله وان وان ما في شيء اه احتاج ان 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 انضيع في وقت لكن في دفتر الفصل اباك تحلها بنفسك وتتدرب على الحل اشان لا تقولوا بعدين في الاختبارات ما في وقت او الوقت طيق هو كثرة التدرب هي ليش بتحسن مستواك في الحل طيب اندكتور طبعا احنا كنوا بنتكلم كله اندكتور في الاسي سيركت انا شرحت لكم انو باخر الكرنت فالكرنت هو بيكون ايش اللاك اوكي الكرنت بيكون لاكينج زي ما انتو شايفين هنا عندنا اللي بالاحمر هادي الرسمة خاصة بايش بالكرنت وهادي الرسمة خاصة بالفولت فالفولت هو اللي ليد الفولت هو اللي هيبدأ من هنا من الاول يكملنا هذا الخط الفولت هو اللي هيبدأ والكرنت هو اللي يجي بعده لاك اوكي وطبعا بما انه في تأخير وفي مقاومة وفي انيرجي بتتخزن اكيد حيكون في بينهم لاك بمقدار زاوية معينة نفس زاوية الكباستور 90 درجة ولكن لاك فاكرين في الكباستور لما رسمنا الفيزور ديوغرام كان هنا ال VL كانت الين هنا مثلا هاد ال VL وكانت هنا ال VC وكانت هنا ال IC للأعلى فاكرين وقلت لكم ليش للأعلى لانها LEED اذا كانت لاك حسب الرسمة اللي درسناها الان هادي لاك بزاوية 90 درجة فحتكون ايش للأسفر هذا الفرق بين ال INDUCTUR وبين الكباستور واحد الفروقات طبعا فروقات كثيرة هادي احد الفروقات وهذا الشرح نفسك كرام اللي انا دو به قلته في السابق INDUCTIVE REACTIONS درسنا هناك في الكباستور كان في شي اسمه XC ايش كان القانون يا شباب حق ال XC واحد على واحد الفريقونسي ممتاز ممتاز كلكم مذاكرين وكلكم عارفين او اقدر اقول واحد على اوميغا سي صح ولا لا هادي الاميغا قلنا التوبا اف اللي هي اوميغا طيح ليش لاني لقيتها في بعض الكتب وفي بعض المراجع وانا جايس احاول كده اشوف ايش فيه مصادر اخرى ممكن تستفيدوا منها فكثير يكتبوها اوميغا سي على طول طيح الان اولا قلنا احنا انو الرياكتنس از ايش انفيراس لي بروبوشنال تو فريقونسي اند كبستانس الام بينقول ال الاندكتف رياكتنس از دايركلي بروبوشنال تو فريقونسي اند اندكتنس ايش يعني دايركلي بروبوشنال يعني حيكون عندي XL يتناسب طرديا يعني 2 by f l فهذا قانون الاندكتنس للإندكتور الرياكتنس معليش للإندكتور اسمها وهذه اسمها كابسيتف رياكتنس عشان نفرق في بعض المراجع مرة واحدة شفتها من زمان لقيتها في الكابسيتور يسموها على طول وفي الاندكتور يسموها يحطوا حرف ال L في النص ولكن ما شفتها مرة واحدة زمان وخبطتني شوية وبعدها فهمت انه يقصدوا بيها الاندكتف رياكتنس وهذا هو القانون اللي عندنا وهذا مثال مباشر إيش هيكون الرياكتنس ابغل الرياكتنس الآن اللي هو ال xl أعطاني قيمة هذي قيمتيش المعطيات اللي عندي قيمة ال L وهذي قيمة الفريكونسي أضربهم في بعض وفي تو باي ويطلع لك القيمة هتطلع 114 اوم لا تنسوا تحطوا الوحدات هذي بالمايكرو وهذي بالكيلو عشان يطلع لك الحسابات صحيح نفس الشي نفس الكلام اللي قلتم سابقا إنه الزاوية 90 درجة بينهم وال current volt هو اللي lead عن ال current طبعا الرسمة ما نشايفها كويسة هنا تاخذ من هنا ومن هنا فال current ابدأ lags by 90 ديجريز اوكي volt lead current by 90 ديجريز الرسمة اللي قبل السلايدين كانت هي الافطة البور ايش وحدة الرياكتيف بور كان في الكابستر هاي شباب الوض جبت العيد انت غلط قلنا الكابست والت امبير ايوه يا سلام اوكي VAR او والت امبير رياكتنس طيب في عندنا اشي اوشي اسمه الترو بور اللي هو البور الحقيقي ideally في الحالة المثالية الاندكتور زي ما قلنا ما بيستهلك بور طبعا احنا قلنا في R ويندن فاكرنا اللي هي حقة الملف مقاومة السلك نفسه وفي كباست فبما انه في R ويندن مقاومة لهذا السلك الملفوف هيكون في بور لانه اللي يستهلك في الحقيقة بور من هو الريزيستر الكباستر والاندكتور ما يستهلك بور رائع فعندنا قانون البور هيكون الترو بور هذي يسموه تربيع في نحتاج هنا القانون اللي هو نستخدم في ال وهذا هو الترو بور طبعا هنا ايش الوحدة حتكون هنا واط لانه رزيستنس عادي بناخد الريزيستنس اللي في الملف فهذه بالواط طب هنا الرياكتف بور الرياكتف 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 تربيع طبعا بال رم اس مضروبة في اكس ال اوكي والقانون الثاني اللي هو الرياكتف تربيع هذين مفروض اثنين الرياكتف عامل الجودة تمام افا كويل is given by the ratio of reactive power to the true power اللي هو اي تربيع في ال حذا الرياكتف بور اللي موجود عندي وال true بور اي تربيع في ال 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 على طبعا اثنين مقسمين مع بعض ريش وال ال 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 لانه هذة هنا عندي امبير مع معامل الجودة ما لو وحدة طيب لنفرض انه الدائرة series نفس ال ال اللهم صلى محمد ال inductor هو نفسه بيعدي في المقاومة الداخلية حق ال inductor فايش هيكون حيروح ال i مع ال i وحيبقال xl على r w مقاومة على المقاومة الداخلية فهو ده for a series circuit i cancel leaving quality factor يساوي xl على r winding ما تحتاج تحفظ القانون للتحت انت مجرد ما تعوض حت تعرف انه هذي تcancel هذه الباور كيرف زي ما احنا شوفنا في السابق في الكابستر قلنا الباور هو عبارة عن v في i صح ولا لا ونفس الاشياء السابقة لما يكون v بالماكسموم موجب وال i ماكسموم بالموجب الباور سيكون في قمة قيمته في اعلى قيمة لو واحد منهم تحول الى السالب سواء الفولت اللي بالازرق كان بالسالب الباور على طول رح يقلب بالسالب لانه سالب في موجب بسالب طيب ارجع مرة ثانية الاثنين موجب اوكي هيصير الباور او معلش الاثنين سالب سالب في سالب يديني موجب اللي يهمنا هنا انه نفس الكلام في الكابستر الفريكونسي للباور ضعف الفريكونسي حق الفولت والكارنت اللي هم متساويين مع بعض طيب واضح يا شباب واضح دكتور تمام جميل في اي سؤال في اي استفسار احنا كده خلصنا ترى اليوم باقي بعض الملاحظات وباقي كده تحدي مع بعض مع بعضكم انتم مو معايا انا مع بعضكم انتم على اساس زي المسابقة عشان تحصلوا على درجات في الكزة الاول اللي كنتو زعلانين منه عندنا مهمة ابغاكم تعملوا جدول مقارنات تكمبير بين الريزيستر والكابستر والإندكتور حاول تكون شامل كل شيء اخذنا من المنهج يا شباب لاح يجيب لي من النت بحث في النت كتير وعارف ايش اللي موجود وفي اشي احد تلاقوها في النت لسه ما درسناها احنا ما خلصنا هندرس اشياء كثيرة قدام والجدول هتكملوا عليه ولكن الآن ابغاكم تعملوا مقارنة من السلايدات تطلع ايش اللي تقدر تقارن بينه طبعا حيكون عليها درجتين اللي اول عشرة طلاب حيسلموا درجتين في الكزة الماضي حضيفها دايركت على طول في الكزة الماضي بعد كده الخمسة اللي بعد العشرة هدول حديهم درجة في الكز وباقي الكلاس اللي حيسلم في اي وقت حسيب الاسائمة هذا مفتوح اللي حيسلم حياخذ نص درجة في الكزة الاول فهذه مسابقة بينكم وبين بعض ستقدروا تجمع طبعا على طول اول ما خلصنا الكلاس وقفلنا ما شاء الله بدأت التسليمات ولكن طبعا ملاحظة اذا كان الجدول ناقص جبت لي اربع اشياء ولا خمس اشياء يعني انا دحين طلعت واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبع ثمانية تسعة عشر احداش اتناعش تلاتعش هذا اللي انا قدرت اجيبه بنفسي في طلاب جابوا لين عشرة اوكي اقول مقبول بس اما تسلمني سبعة ثمانية مشارك تاخذ الدرجتين كاملة حقيمك على قد المعلومات اللي انت حطيتها ولاحد يقول من الانترنت كثير خصمت منهم من السكشن الماضي لانهم ناقلين من الانترنت واحد حاططلي قوانين لابلاس ترانسفورم هذي في البكالوريس حتتدرسوها فانا قائل اجيبوها من السلايدات وواحد امس حاططلي عشان بيسلم بدري هو فعلا اول واحد سلم ناقل من الانت وحاططلي قوانين حقا لابلاس وحاططلي قوانين الهيت ما درسناه فحاولوا لو تبطوش من الانت انا لقلغوش بذكاء طيب ولكن نصيحة يحاولوا من الاسلايدات ابق تعرف اشي اللي موجود عندنا في الاسلايدات ومنها فرصة انكم تراجع وصلت الفكرة يا شباب التاسك حتلاقوه ان شاء الله ديسكارد التاسك حتلاقوه ان شاء الله في البلاك بورد لما نروح على الاكتيفتيز حتلاقو التاسك هناك الساعة ثمانية ونص يعني باقي ستة دقائق رح يشتغل معاكم اي سؤال اي استفسار يا دكتور نحط مقارنة عن اي شباب نحط مقارنة عن الريزيستور والكبستور والاندكتور انت شوف ايش النقاطة التي بتقارنهم بينها اشياء كثيرة انا اليوم هنا بشرح يمكن قلت اربعة اخمسة اشياء وقل لك هذي تلاقيها في الكبستور كده كان وهذه في الاندكتور كده صح ولا لا الكبستور قلنا تغير بتغير البولت او بيخزن بتأثير البولت والاندكتور بيقاوم تغير في الكرنت عشان كده بيخزن الانيرجي فروقات كثيرة موجودة عندنا فقط ابغى جدول وبهذا الشكل خلينا نعمل نيو سلايد خلينا نكبر ولا شي هذا جدول طبعا انت تكتب البيانات كاملة انا بس عشان السرعة هذا الريزيستور وهذا الكبستور وهذا الاندكتور وبعد كده هنا ايش هنا حيكون عندك نقاطة تقي مثلا يلا نغشيشكم واحدة مثلا هنا الديفنيشي هنا بعدها مثلا السيمبل الرموز وهكذا وابدأ اسويلي جدول وابدأ اسويلي المقارنات وصلت الفكرة طيب اتمنى انها تكون واضح طيب يا شباب احنا عندنا بعض التعليمات اللي من اكثر الاشياء اللي عدت وزد فيها ايش اتكلمنا على الكزات كيف نظام الكزات يا شباب يكون مفاجئ يا دكتور يا سلام يكون مفاجئ ونوت كم كوز راح نعمل يا شباب اربعة خمشة ستة كوزات وحناخذ افضل اربعة هذا انتو طلبته انتو قلتو سوي زيادة فهذا حنعمل ستة كوزات طيب الاسايمنت ايش هيكون الاسايمنت خلال الترم كله دفتر الفصل كثير رسيلي ايش الاسايمنت يا ستاد يعني انا مستغرب وكاتب وحط النوت وحط الملاحبات وكثير رسيلي ايش الاسايمنت طبعا امس حتى الينا امس او يعني السبت في الليل ايش الاسايمنت يعني لسه ما كتب حتى النوت شكله الاسايمنت قلنا هيكون مواعيده في الاسبوع الرابع والاسبوع السادس والاسبوع العاشر والاسبوع الاطناعش الان فان وصلنا في الدفتر اباك تسلمني هو اوكي الدفتر واحد كاتب لي بالعربي وصفحتين يقول لي هذا الملخص واحد كاتب لي صفحتين بالانجليزي هذا غلط يا شباب احنا نبغى الدفتر يكون كامل قلتلك تقدر تلخص بس تلخص الاشياء اللي تفيدك يعني مثلا التعريف سطرين ثلاثة سطور كتبتلي هي بسطر واحد مثلا التعريف هذا الملخص اما مو تلخص تحدفوا مرة نهائيا المسائل اباكم تحلوا انا جالس اقول لكم هذا الكلام عشان تجيبوا على الدرجات احنا اديكم فول مارك كلكم ان شاء الله الديد لاين لا تحاولوا الان انتهى الوقت وكله يرسل في نفس الوقت عندك براح ارسل ما تدري ممكن البلاك بورد يفصل ممكن انتك يقطع ممكن يجيك اي مشكلة ممكن يكون في ملاحظات انا بخلي السبميشن انليمتد بعض الاحيان في طالب امس والله مان يفاكر من هو مصطفى ولا احد غيره رسل لي صفحتين كتبت له ملاحظات طبعا هو من اوائل اللي سلمه كتبت له هذا مو مقبول مدر ايش في ملاحظات قام رسل لي واحد كامل اخذ فول مارك فبعطيكم وقت حاول لا تحزق نفسك في اخر وقت يبغى تسلم كل شي واضح يا شباب ان شاء الله يكون كلامي وصل ومفهوم طيح احد عنده يسؤال ايستفسار الله يعافيكم طيب الان ان شاء الله يا شباب حنبدأ في كوز 2 الكوز ان شاء الله بسيط اول ما يبدأ اول طالب عندكم 10 دقائق للكوز عشان تسلموا الكوز ما هتقدر يدخل بعدها لو اول طالب سلم انا خايف ان الكوز يكون بعض الامس ما شاء الله في اربع دقائق بعد الطلاب سلمه فاخاف حاولوا كلكم تدخلوا مع بعض فاخاف واحد يسلم بدري اللي بعده يفكر انه بيدخل متأخر حيتأخر او ما حيدخلوا على الكوز طيب من الملاحظات الثانية دائما ادخلوا بين جهاز كمبيوتر عشان لا دحم مثلا واحد يقول استاذ انا بالايباد حقول لك مسؤوليتك مو مسؤوليتي احنا نبهنا انه لازم تكونوا بتستخدموا كمبيوترات عشان تقدر تختبر الكوز طيب الان رح افعل الكوز هذا عندنا الاسامنت 1 هذا اللي هو الكمبرزن اللي قلنا هيبدأ الان بعد دقيقة ثمانية ونص الكمبرزن وهنا مكتوب اشي اللي تسويه كامل الاسامنت 1B سميته وتقدر ترفعه في اي وقت كوز 2 دكتور نعم الحين في كوز ايو طيب الحمد لله انه بس هذا سؤالك عشان انا انصدمت شوي لانه حسبت كل اللي قلتو وكان النت مكتوب طيب طيب فين make available يلا يلا شباب ادخلوا على اكتيفيتز واعملوا ريفريش للصفحة يظهر معاكم كوز 2 وتوكروا على الله وابدأو انا رح اقفل الشاشة اللي عندي ترجمة نانسي قنقر